بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم من إحدى قاعات المتحف الوطني الجميل نبدأ برنامجنا برنامج ضيف الثقافية ضيف الثقافية هذه الليلة يستضيف لكم ضيفا من العيارة الرفيع لا يخفى عليكم صوته والرحيم وهو يقدم نشرة الأخبار بكل حرفية حتى يتخيل المستمع أنه يرى الأحداث رأي العين يقول نزار قباني في مرضيته لطه حسين في كتاب الأيام نوع من الرسم وفيه التفكير بالألوان ضيفنا شارك في جميع البرامج التي لها صلة بثقافة من القرآن والحديث والسيرة النبوية والشعر والاغنة والظوان وكل ما تتطلبه الفتوى بأبهى صورها وإعلامي كبير قضى حياته المهنية في الإذاعة الوطنية وساهم في إلاقها ونجاحاتها وهو الآن رئيس مجلس إدارتها لا شك أنكم عرفتم عن من أتحدث وهو الأستاذ الدد محمد نمين السالك مرحبا أكرمكم الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا مرحبا بكم قبل البدء في هذه الحلقة اسمحوا لي ولا هتعدي قطعا على الأستاذ ولا على المشاهدين أن أترحم على روح بقيدة الثقافة والأدب السالك من تسليت وأن أعزي باسمكم جميعا شاعرنا الكبير أحمد دول عبد القادر وأسار أهل الصنعيذ واللوات وأطلب من الأستاذ الذي عرفها أكثر مني أن يحدثني عنها في دقيقتين أو ثلاثة شكرا جزيلا أن السالك أحد لا يتحدث عنها ينطلق من مسألة حيوية هو أنها ما فيها شيوذي ما فيها شيوذي عشت معاها حياتي المهنية كاملة الحاقتها قدامي في الإذاعة وعشت معاها حياتي المهنية كاملة ما قط ريت منها ما قط شفت منها روائلة نشكلها نظر الله عليها ولقد شفت منها إذاء له تقدموا لرقج ما حدها تقدم البرامج زيك الساعة وما حدها كانت معانا في الأخبار كانت زميلة أخلاقية بعيد من المشاكل وبعيد من هذا وورا ذاكي إن عادت قليل عملها في المؤسسة نتيجة لظروف تقدم في العمل وظروف إلى آخره تم يتلها بعلاقتي بيها تم تلات جينة عند الدار ونجاب ونعرف عنها في اللي في اللي سمعت الناس اللي مشايفرتها تقولها وشفت لها أنا بعض البراين عنها مقهورة على القرآن وصلة صحيح أنا شاهد من على ذلك مقهورة على القرآن وصلة وأنا نعرف فأنا ذاتا جاتنا نهار وكنا بغايتنا شوية نعدل شوية من العمل أخطت عنها ندخلتها هي هي طلبة مقسل يجيها إياك تتوضع معناها أنها ما تصلي ذاك الوقت مثلا أيوة نعرف نعرف نهار نهار الوغرة والنهار حامي تميتها هي داخلة ألية في الدار تلقيت لها وسلمت أليها قلت لي لأنا من ينتسول عن صاحبتها كنت لها ما يهم قلت لي أعطيها لي في تلفون وعطيتها لها حسوا مشاهدين الأخبار وهذه هي جاية لأياك تتسلم وتتوصل الرحيم رحمة الله عليها معناها عنها إنسانة إنسانة في الحقيقة متميز متميز في أخلاقه متميز في السلوك متميز في علاقاته بالناس متميز ومتأكدان أنه متميز في تربيته لأولاده لأعلم ويكفيني من الشهادة لأنه متميز لأنه عاش مع الشاعر أحمد وللعبد القادر اللي زاد هو معروف بما هو معروف به والحمد لله رب العالمين راجل الله تبارك وتعالى أنه يتغمدها برحمة الواسعة وأنه يجيرها من عذاب الأقبار إن شاء الله ومن عذاب يوم القيامة ومن عذابنا إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون وراني بعد أنا بالمناسبة معزي الأستاذ أحمد وللعبد القادر ومعزي أسرة أهل السنية كاملة ومعزي أسرة أهل عبد القادر الله الله ومعزي ذاك المحيط اللي هي تعيش فيه كامل ومعزي زملاء نفل ذاعة لأنهم يعزوا فيها حقيقة وحكما الله وشكرا جزيلا أستاذ أطلب منكم خلال هذه الدقائق القليلة التي ستجمعنا أن تفسخوا عنكم جلباب التواضع حتى تجيبوا على بعض الأسئلة المشكلة أستاذ نادر المشكلة المشكلة لا يكان عنا كان نحنا حاولنا نعود ما أنا متواضعين وعدنا ما أنا قايسين شي نعرف أستاذ نادرا تبارك الله أن تنجسر من الاختصاصات ولا هي مجاملة لا يلها إلا الله تم قادر من الاختصاصات ونادرا ما يجمع المرأة كل هذا القرآن الحديث الزوان الضغن الشعر كشكول من مكونات الثقافية هذا ماذا يمثل ما هو سرها فالحقيقة ما نعرف أنا كبرت في محيط بدوي ويتحضر في الصيف وكبرت نقرأ لوحي في البادية وراء نياغنا ويلين يجي في الصيف نعود نقرأه في محضرتنا في وخزانة وقبوت القرآن صغير غير المحيط اللي أنا فيه عدت فيه عراب خاصة للقرآن وأنا ما كتبت كلمة أسوهية شنهية من ذلي نقال له النحو نصوص النحو مناش من المحيط المحيط واحد فيه لك رأيت القرآن ويعراب القرآن وتفسير القرآن وعدت أنا عراء تلقائيا عراء بثوف ما تليت أي آية جابها لرقج نعربها له بدون إشكال وإذا نتيجة كيف قلت لك للمحيط اللي أنا فيه أيوة أسرتي أسرة محافظة يغير مفتحة على ذاتها نختارك تفهم مفتحة على ذاتها مثلاً علاقتنا فيما بيننا علاقة صداقة أنا والدتي أصدقاء وأنا أخوت أصدقاء وهي أخوتها أصدقاء وهي والدتها أصدقاء وفرجوا من الأرياحية والكيكلة تتقاطع يغير ما نقاطع أحد خارجنا أه أستاذ أنتم إلينا إلينا وفيت باطل القرآن وحفظته قسط ولاته في زرنا قريبا منه يا هي اللي قريت فيها ذي كرويات الأخرى نظمت فيها لي يسر مولانا من ذاك قريت فيها ولا بطيت مشيت مفهم ما زلت صغير دور نعود مشيت مفهم في سن السبعة عشر والله ذاك القدر والله ثمنتعشر وجيت هون لنواكشوت وحتكيت بالمراكز الثقافية والروايات اشتخالقين أمور ما أنا أعرفين تتعلمتهم لهم سمحال أزوان لغنى لروايات ما أنا أعرفين تتعلمتهم المهم إلا شي من السقاطة وطو شي من السقاطة يخلق من هالشي تعرف أنا المحيطة اللي أنا فيه فيه ندادة سيد أحمد الله أحمد زيدان ما هو بوغ زامن يغير في تنبطغة وأنا نمشي قايز تنبطغة ومشي وزمني في تنبطغة نعود عنده أحمد زيدان مهم يقول لي خيمته لي هو ندادة سيد أحمد الله أحمد زيدان كان والدي يارفدو ألا الله هروا وهو أقبض نفس الحالة مني أنا وبالتالي عادي للمعروف والله بعد ما نعرف أنا وقاعد أرجع للناس أنك حفظت القرآن في سنة مبكرة بذعلى أدرك أنا حفظت لو أمت ليك الساعة ولا قبت عليته لا 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 ما قط عليته أبدا ولا قطت ما رزع ليك نحن القرآن القرآن حفظته ودرس عندي وما زلت إشيره وقبضته وحتى الفوت في السياسة والعياط والأحباس والدنيا أنا والقرآن تمينا أصحاء ما فتصلت أنا هو لا يا غي تميت لا نقرأ سبحان الله ما فتصلت أنا هو أيوة عندنا عندنا ارتباطنا بالقرآن في المحيط اللي أنا فيه كيف قلت لك اجعلني ارتبط فيه في أي وقت عييت نتم وقت اللي أنت نطرح لي نعود كنت نقرأ نقرأ تحت بيني أنا وراسي تنطرح لي كلمة هو أنا ما عرفت معناها طير عني نقاس ما تليت له نرقد ما فت اللي وفيت البحث عنها وبالتالي أنا والقرآن وتوفي الحمد لله ربي العالمين مصطح بي أصحابنا من أنا يشير ومزلنا أصحاب وراجع عند الله وكريم أنتم مصحاب اللي أن يعود هو خاتم أعمالي وقوالي وفعالي إن شاء الله يقودني للجنة هو يعراب القرآن ما هو ما هو من نفس سطل يعراب اتصلين لعراب ومتعلموا القرآن أنا أول شيء أتنعرب القرآن وصعب علي شيء يعراب ما هو القرآن يغير ومتعلم اللي أن مملية خلط نحن نستفرقين إلى حد ما بدويين نقراو الشعر ونقراو نقراوها وفي المحضرة لاهين الزارق ولاهين شفت القرآن به تمنك المعاني الله يعراب لا يعراب إنه لك نعرف 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 ليلة كيف أنني جاي من لها وللي ياسر ومعايا قريب عندي ينقل أحمد اللمه والعم وهو مفتش صارك في زارة الداخلية وذيك الساعة يقرأ التعليم وقعود مدينة بطوار هذه ما زالوا فيها خيام ما هم ياسرات وخالقة خيمة من الناس من هن بانيا فما في مرولها وقدامها زويلة نقعدوا عليها شدوا فيها الأخبار أنا وهو ولاهين نوحلوا فيه ألا لأراب ألا لأراب تمينا ليلة اللين خاضوا ألينا أي الأربع خاضوا ونرعوا فيهم اللين وقفوا والتالي أراجعوا جايين السلام عليكم وعليكم السلام لباس لباس ألي من أهل ثم تقدوا تحضرون قلنا لهم والله تفضلوا قاعدوا إذا هم إحنا نزارقوا لا بالقرآن وهما يبقوا الشعر قلنا لهم تفضلوا إذا هم إلينا يزرقونا بالقرآن أح أنا لا ينطيع لا ينعربوا وإلينا يزرقونا بالشعر يقد يجي ذاك دون ذاك مشاو عنا إلينا ليلة من قد جاونا قالوا إحنا جبنا لك أيام القرآن دوره تقربها قلت لهم شنه قالوا لي يا جبال أوي بي معه والطيرة الطيرة شنه يعرف أنا ما كنت طلعت على هذا قلت له هذي دور تعود فيها مفعول لأجله دور تعود فيها مفعول معه ودور تعود فيها معطفة على محل النداء في يا جبال على محل النصب في النداء في المناداء يا جبال وقال لي واحد إنه ما تسكت الدور دور جبه يعرى ما يفي منظره كان هذا الجو هذا الجو وهذا من الاهتمام بالعلوم القرآن والاستقر هذا ما زال في المنطقة إلا ضرك بغزامة ضرك ما حضرت ه ما قط قلت عن مئة طالب لك قل كانها ما حضرة كمات ما حضرة معنى الكلمة أهلها يحظوا القرآن وعادوا يحظوه بالمقرأ كامل كامل دون استثناء والشيخ الشيخ قريبي والعمي والخالي وأنا هو قاري ينفي بلد يغير هو تفقرش وتم فمي لي يستعلم وأنا مشيت وتبع رصد وخسرت علي الحالة واجعة وين قال ويحول سيد أحمد وضرك حالا يعطي لي جازة في المقرأ كامل وذال يتخرج منها من الطلاب سنويا ما هذا قلت تصوره تبارك الله من جميع عنحاء لموريتاني ومالي بعد مالي قطعا يشوفهم ما نعرف كان الغينيين يشوفهم والتلاميذ اللي يشوفهم قابلتهم الحاضرة قابلتهم الحاضرة كل مادة عندها تلاميذ كل مادة عندها تلاميذ نافقة عليهم عدل وذا ما زال قايمي لغاركة ولينا تجي تصلي العصر في المسيد ليتم قاعد بكل الناس ما هي ليتوخذ المسيد ما صلات المغرب لهالي واحدة في عراب آيات من القرآن وتلوذ المعاني نعرف راجل مننا رض حمس سنة واصلا يمثل معجزة بحد ذاته هو والعم ومثني في العائلة وحنا ما نعرف راجل مننا يبلغ عشر سنوات إليه ضعش إليه فنعش ما هو حافظ القرآن هم حكي هو يلينا تلي الحاج في سن سن الكتبة ثلاث والد والد رضعتني رضعتني مع أخوه صغر منه وحافظ القرآن هي ثلاث دم كيلو ذا هو ذاك مستحيل مستحيل والألف ما هو ما هو قاعد يعرف قال لها والدها جد قال لها افتصل معه واللي خليها أني كاكل ديانة افتصلت ذاك هي معاهم واللي إلينا عاد وذل 11 سنة ذا هو هو يحفظ القرآن متخالف وذا هو هو مرجع معاني القرآن ذا حديثة نعرفها كنت صبح ينعرو على والأم عندي هو اللي درست لي محمد الحاجة الله يرحم ومعانا اثنين من اصحابه لأولاد عمنا هما افقريش وانا يشير ويعدل يصبح هو جاين قال محمد المحمد السيد جاين البدي والله أدخل السلام عليكم وانتم ياكما فوالتولي برادر وقال له ما أنا الله غير منك لي طوق معرب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبي مال هاك الحركين صب لك يجتريعون على الله بسوء الأدب ويجعلون له من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبي قال إذا من قال لك والله قال لهم يقول فيه شي ما وهذا ما وحد جعل وهو أمي ماذا ما قد تقول أنه قرأ هذا في مصحة لا قرأ هذا في كتاب وهو رطحم وهو مرجع نف معاني القرآن وفي اللغة وفي الفقه وتوف تماما تماما قط واحدة من أصحابه يردح فيه قال لو حمود أنت شاء طالق قال لك حقين مولان ذا المحيط ما زال قايم إلى ذلك إلينا تجي ذلك الوغزام تجي المسيد تصلي العصر معاهم لا تأطي دحم سيا فم أحركت بق البحث في معاني القرآن وإعراب القرآن وإذا ما معناه أن العلوم الثانية يعني يجيب العلوم الثانية لليل يبقى فم كتب من كتب الحديث تحفظ التلاميذ والتلاميديات وفم مملي في كتب النحول أود لهم الأجر الرمية وملحة لإعراب ويقدر لا يقعد معاهم مرار اللبون إلا ما قبضوا اللامية كاملة اللامية للعار كاملة مهلا محيط ما زال قايم محضرة ما زالت قايمة بذاتها وتمثل ذا اللي ينقل المحضرة محضرة محضرة تقليدية تمام تمام وهذي ذا المحيط وهو اللي أنا جيت منه واجعة ما قبضت تاكل يا الله أنا قبض منه عجلت عنه تبع عرص وجيت يغيرت فتبارك الله ههلو ما زالوا قايمين إلينا نجيهم إذن وحدات من الطويفلات محرمي كاملة يلتاوي خرصولي فرص إحنا ندور وقتعر بنا قصر عماركم معاك باركم المحضرة إذن عن خلاصة هاي الفقرة الأولى هي أهم فقرات في علم البرنامج انت تأكد عنك القرآن من الإله هي لا يجب عندها فيه وقف محمد الله وشكر محمد الله وشكر محمد الله وشكر وبرواية برواية نافع طبعا ورشو قالوا عندي الله ذو الريواية سنتين وقالون قبلتوا الله هك طيبت القرآن وكتبت الرسم وكتبت غير مشيت من فهم يشير ما زلت ما تنعطى لي الإجازة ما تقبلت الإجازة قبلته إجازة قبلته إيوه قول لي صار نحن قطن عن هذا القرآن أنا أخذ وقتا ياسر باطن وقتك وعلى عنك حفظت مزال صغير وحسن إذا قعله سأولك سؤال شو قال حسنك جاوبت وبيل هاك ما أغرضي حديثي كنت عنك الإدب والموسيقى ما تعرف قاعد أنت وطوف إيه اللي بعد نتخيل محاولات أولى شو كيف قلت لك الأسرة تتقاطع فيما بينهم وذاك يشجع على 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 التعاطي مع 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 الغنة وفقت مبكر هفهمت وهم يتقاطعوا فيما بينهم والكبير يا قطع الصغير والصغير يا قطع الكبير يا غير وفي حدود معروفة الله حدود ما تتجاوز معروفة طبعا طبعا وهذا منه ما والله ما أنا عرفين تعت نقول بدأت بلغنا ولا كذا ولا كذا وكنت أحد من تركته البادية لين يخلق جريكان والله الشنة والله ظوان والله أي روايك أنا أباط عن المحيط العلمي اللي متربي فيه الشعر والموسيقى ما هم شيني عنده ما نرى ما نرى ما حطنوا أجوم ما شيني عنده قال أنهم والله الوريذ الثقافي والله شفت شفت له نقول لك شي بتشوفت المادة الثقافية قال لك كيف تجذر الصدرائي جذر الصدرائي حدوا عليه يكشوروا وواقفوا قوي متماسك تم الصدرائي نابت وتم خضراء يا غيرك بضمنه نجرة من تبليت وقلعها وخلي بينها بين ذاك من يجدر مع الرياح وشوف ذاك اللي لا يتواصلوا الرياح ذيك النجرة اللي أنت خلق في الثقافة ما تلات قد ترتد والثقافة كله لا يتجذب الشعر الثقافة نوع منها والأدب نوعنا أنا قلت في دراسة عدلتها قلت عن منظمة منظمة كبيرة من القيم ومن العادات الله يلا ومن هذا أنها هي اللي نسموها الهوية الوطنية معناها أنها كل لا يتجذب شفت الموسيقى اللي هكذا قال فيها الحمدان وللتها طال الله عمره جماليات والجمال ما في شي مربوط ما في شي مربوط شرعا ما في شي مربوط شرعا مع أني أنا ما قلت نتكلم عن الرجال ليه اللي من يعلمها على بس يا غير بعد أنا من ذيك الناس اللي ما هي ما هي محرم ما هي محرم ما هي محرم أقول لي انتقطعا عنك عندك بيك لبعد باطم نبدل لخيام مهم ولكن ليه تجيك وقت تعود حقا يوجيك وقت تعود مشتاقل ولكن جو وذوك البيضات اللي تعرف في زمن الصباء وزمن شم مع الهل وهذا قطعا حد يقول لغنى والله الشعر فارض عليه يعبر عنه غير دنبا خالك لا تحرجني تقعد قدامي وتقولي نحكي لك لغنى لا أحكيه واسي عني ما نحلالك خالقا تقعد قدامي خالقا طلع قط سمعت زين عني شنين اللي أشي قط سمعته وجسي لا أكرديهم ما هضع فيهم شي قاعة خالقين واحدة خالقا تشفت خالقا منطقة ذرك عادة فارض مالي كنا كنا نسرحوا فيها كنت نسرح فيها نياقنا نقبض لوحي نمشي تال من نياق ونسرحها فيها نشيريك ساعة إليم شي تلاه وشي تلاه ورجعت هك إذا هي عادة المالي وتعرف ياسر من تذكرها نقول هي شفتي المواضيع كل واحد منها يليين توقف عنده تشوف الثاني هين حت وله يتم تصوقك هي كاملة يليين تجيبك للنعمة من منحر البصرية البصرية راهي قبل ساحل تيمبكتو قريم منها ساحل اللي بنعته لهم قبلت ولا فماتي حدود طبيعي إذا كامل لا ما فم حدود طبيعي هين حت وأرض ما فيها شي لا يوذيك وهدي زكريا ولين 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 تبات فيها في الصمرة تقود مع الصباح سألوني في الحدود فإنني سألت لما شدتكم وبالله لا تحددوا غروها كمائي تمام نقول الغرد 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 غرد مننا كذيب نقال له غرد التربع نقال له غرد لخزين والخزين هذي جايت مننا نحنا كنا يلينا لحقوه تبقى زكلة الدباش عنده مخزونة وتمشي الحيوانات ما تخطيته ماشي وهذا راه هو يقبض الممن بيكت الحواش شاركه ثلاث ليال ياك تشوف قد بعد وأنا قلت لك أنه لمن حراتين بكتوب ما نعرف كاني ما زلت نحتضل روايات قول القرد وطلحاي الدمراء وعلاب الصباط والردفة وكارعلاب ومفمش باو قبل الشورة غرادة وراش وزعر وتغرفت الأجراو من طرحة وأليه بالرقاش والزعر وتغرفت الأجراو من طرحة وأليه بالرقاش من قبل بالتفقاء دحياو يعقل باللاعة وحاشة كبيرة وحاجة لك فرقان حاجة لك فرقان مشتا عند مبيت لك باشو النعمة والحيوان السمان والميلاد مبيكت لأحوال وغرض التربع وتقلط والكوزية وعلاب القط وقراص صير قرد التربع وتقلط والكوزية وعلاب القط لا حول ولا قوة إلا بالله محمد الله خير خير عربت قرد التربع وتقلط والكوزية وعلاب القط ولا صير يرق من كيف مبط مم فمشته الزين ذاك مناش مم وبيار الشريكة لا خطيت عليهم بل الترياش مم والبطنانة تجيه تربط تسقي منه حيوان عطاش مم البطنانة تجيه تربط تسقي منه حيوان عطاش زازي كان مشت ما قط لا قلمة كافيها وراش وتلبوت الخضرة وصبط وخروب مدلي في عراش الطلح وفي الحال تخلط رنياق علي الرقاش تبنوه زي رنياق علي الرقاش كذا ما مهم يست تبنوه الخط بدوية مثلا شفت شفت دورك الارض تقبالها من عند قرد الغزين يتكلم تكفي وتم تقصها واحدة واحدة التي طعي لالنعم ونتقول عقد لحق التقروات في بلدهم وأقد الحريشات في بلدهم وشعل بهايقات وقليب المرايق وإنفك وفليجيات العري وقل المذيق في الباطن يقدم شورو نواد وكار اللي أعطي عقله ومسأل وفم هذا الله درتي يا كانت ملعوب صوي قدت يدوم المحروق وانت شرتيك ذيك الطلعة ذيك الطلعة قط حرجتني حرج مانا مثل توك وتلفونات مام خالقين والبراوات مام خالقين ولي ذا عماهي خالقين ذا كامل ماهو خالق قط قلت من درتي كان عظيم أحجار الساحل قطع بحير الخطار وبلمحاضر والطوق ودارف قد غلي قدت يدوم وقطع الغارق وذو كاريال عقل الله هما هما شفت اللين سمعت يطل على خرق قدت الله كيف تلي سالخ قطع الشاعر وعلى الشاعر وانا بغض ما قطع سمعت المزلت يشير قاعد نحن نعرفه عنه ولولاك عفصاله سنه الشعر ما دربه وغاته العلاء من عينه تؤتى المكارم هذا عند العرب معروف عن الشعر أنه هو هو حاوي المكارم ولكن الكامل المفيد هل ترون عن الضغنة الحساني أنه يلعب نفس الدور شوف خالقه منظومة الشعر الشعر الحساني والزوان والخيام الكبارات هذه المنظومة لعبت دور هائل جداً بتكوين النفسية نفسية المجتمع الموريتاني الخيام الكبارات أطمعاً عينكم للناس المتعدلة كامل أبدأ أبدأ الخيام الكبارات أصلاً تنقال الخيمتين يتجمع عندهم الناس يغير ما يجيهم ما هو رقاج متميز رقاج ما هو متميز ما يعلي يجيهم الخيمتي يقاون وخيمتي الصنع السبب ينقال لهم الخيام الكبارات هو أنهم أكبر من الخيام بهم اللي يرفدوا من الخلق ولا يقدر رقاج في جيه ناقصة يجي الواحدة منذ الخيام بيه اللي لا هي الحق قدامه مجموعة من النخبة مجمعة واحلف شي هو يالله يعود يقدي وحلفهم معاها والله ما يجيه والله ما يجيه بطلاً هذا هو أكثر هاي شي العاد ما يقدي يكريد شفت شفت لول الخيام الكبارات بالذات لعبوا دور هائل جداً في تكوين ذال ينقال له القيم قيم المجتمع بيه اللي أرقاج فيه يكذب ما يقدي يجيهم أرقاج يسرق ما يقدي يجيهم أرقاج بخيل ما يقدي يجيهم أرقاج فيه ناقصة ما يقدي يجيهم إذن هم مصنع مصنع الذا ينقال له القيم انجيس وزوان الزوان إضافة إلى أن ذاكرة تاريخية حقيقية للمجتمع الموريتاني هو أيضا جماليات لا حد لها مثلا إلي أن تسمع تسمع هذا الزوان لرخا وفوقات معينة مثلا تدخل نوع من العوالم ما تعرفين أين لا يجي عنه بيك جمالية جمال ذلك الصنع جاء الشعر الحساني الشعر الحساني هو هو اللي يفسر ذيك القيام مطوعة صحيح الله وصقلها وفيه مميزات أنا شخصيا نعتبر أن فيه مميزات ما هي موجودة في الشعر الفصيح هي حقا تسمعها تقولها محاضرة سمعت به اللي نزلت فاللي لعلاب ترى لبلاد اللي ما را تخرى زي ظرك ما هي قد يقوله ولا قاش ما هو في قصة طويلة شوف أبلاد الأرض كاملة على التخرى لعلاب عادو هما لبلاد هما وحدهم لا يستحق ويقال لهم يكرر زينا يكرر زينا مثلا مثلا مثل قدرة الشعر الحساني على الإجاز والتعبير عن الذات الداخلية التعبير عن الهاجس ما هو موجود ما هو عنده هذا شرح جيد ما هو موجود ما هو عنده ولذلك انتشفت المجتمع الموريتاني من المسائل اللي حفظته مع فضل الله تبارك وتعالى الشعر الحسان بي اللي خايف من الشت ها قوى بطن عند جزمين ما في سلطة مركزية اللي حاكم الناس وطوف كم الناس اللي خوف على السمعة خوف على السمعة خايفين قالوا أدام ما نحوى أرخصوا الريط مدمك وابنعم ما كنت هو أرخص دمك وابنعم ويدوريا كانوا يدخل فلو كان الكمال وحقق بالنورلي غير الجلال ما ينقال لكم في هنطاق ويعود لكم ناكل كمال هاي طهرم تحمل زيداء معناها شفت هذا بحد ذاته عصا ما هي ملموسة ما هي محكومة بلين دون الأخلاق والقية اللي يعود فلان الفلاني راخي ينقال له راخي ويزوج أمالي ويزوج من الفريق مات اللي يات الناس قاعد تزوج على آخرين ملاحظة بسيطة وطوح ملاحظة بسيطة ملاحظة بسيطة غير كل ملاحظة تنقال وطوح مجرد تنذكر ودرق أجمال متمونة ودرق أجمال متمونة معناها عن الشأر الحساني جي لسؤال الشأر الحساني وأزوان والخيام الكبار هذه هذه ضرك المنظومة هي خلقت نوع من حماية المجتمع الموريتاني من السقوط ما زال إلى الآن يعيش عليها اللي ما زال موجود الآن من الحفاظ على القيم ناتج عن ذاك أسمعك وهذا هو اللي بتنات منه الأمزلة ينقال لك ذاك مراق بين بعط ومراق معناها ما يمثل له وينقال لا ما هو جايبة من الخلق جايبة من قرية يقول لك عن الإنسان اللي نقعد مضبوط مذوق أنه لا مرز إلى اللي عاد ما هو مذوق لا ينقال ما ينقال ما هو جايبة من رأس ويأب من أهل كيف نحافظ على هذا والتم واللي ما أنا باقي عن الراكب أنت شفت الثقافة ما في شي يبقي عن الراكب كون نفسيتك أنت الثقافة ما فيه شي سوى أنا قال له نقول لك رواية أنت شفت الثقافة مجرد تنجر من هنا نجر وتطرحها لي تبقى تقعد معها الثقافة اللي فرضى عليك تخلي ها متافقة وتم تطورها وتم تشفي وتم تعدل السلوكيات اللي يالله تحافظ عليها وتطور ها والله لا هي تقالت ولا لا هي يسقط من هالشي ما سقط معها ما سقط معها جزء من المجتمع جزء من نفسية المجتمع لذلك نح نظرك عندنا أجيال للأسف الشديد مصاب بذلك نقال الضمر العاطفي مصاب بالضمر العاطفي لماذا لأنها عادت عجلانا عن هذا اللي وعل فيه ورقاج ما هو واقف على أرضية حضارية صلبة يعود الله كيف ترقاج تمالك واحد منه الروس واصلا تعرف المير الكام فهم والله إلي تجي الصحاب وإلي ترقاج لا يطلع معاش يخلق هذا اللي يخلق الرقاج اللي ما هو واقف على أرضية حضارية قوية الآن رقاج اللي واقف على أرضية حضارية هشة يخلق ذاك رقاج اللي طالع مع ذيك البريدة اللي ملاه من الظلي بالتالي الحفاظ عليه ما هو يالله الحفاظ عليه واجب 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 نحافظ واجب نحافظ عليه بقيم وبمعاني نحافظ على الصدق هاذو أجداد أجداد اللي كانوا الواحد منهم مرؤته مرؤته مستعد ليعطي فيها الدنيا وما فيها ولا هو مستعد لياخدشها بشي سوى وشنه هذو احنا ملزمين من قد بعط البروق قد قلت العقوق بنحافظه على ذا معناها شنه معناها انا ظهر اللي نشأل الحساني يطلب ان مده اولا ذا الموجود منه تتعامل معاه يغير مملي تكتب عنه وتدرس عنه وهذا اللي قد قلتها مرات قلت ان فماره قلت ان لا يكتبه غير الله منهم دنب منهم اسماعيل المحمد منهم عابدين للتاقي منهم هو اللي نكتب ينقرأ هو مجرد ينكتب لا ينقرأ انا عندي تجربة منه عدلت كتاب صغير ينقال لهم جماليات الشعر الحسان اللي يفرق في السوق يقوم علي العيان اللي ينصتها كتبو انتم دولي تعرفوا ذو ماذلا ما نكون كيفت يعني ما نكون صغير يط اصور معاه اصلا هو لا ينقرأ اولا ينقال ذاك ما هو لا ينقرأ كتبوه انتم اطرحوه في السوق يدور ينقرأ استاذ عندنا وقتنا مات لا يطوير عندي سئلة قصيرة اطرحوه انا عندنا كيف قلت نتابعوه نتابعوه حفاظ على مسلكياتنا الثقافية وعلى عاداتنا لكن كم يقايل يقول انا عندنا يوسر مش ما تلملاء من العصر نتابعوه نتابعوه نعطيك مثال نتابعوه لعاد الصبح الواحدة والله قد نجي داخلي عليكم ما كم عالمين بي وناك مرقلين علي غداكم بالنسبة نحن ما لا يتنطرح لك مشكلة بكل يلا يتلحق قدامك الدور تتقدق والدور تشربتها والدور تتزرق ودور تلحق مده قدامك مونك عندنك جيتها يا غير قا لعلا تقود هذي من الامور اللي فاصلفتو هذة بشوي احنا اصلا عندنا الاستئذاء شرعا شرعا رجاج لا يجي المده يستئذنها فهم يكدا لا رجاج يحسس مده انه جايها وتقود عالمان انه لا يجي ومعنها بعد خيمة من المجتمع الاجها ما هو محسسها ما لا يطيح اسمع للطرع وهذا المناسبات الاجتماعية كيفت الاعراس حقيقة تانى شفت شفت ذوك عادوا كارثة عادوا كارثة حقيقية بهم اش بهم اللي لا يحدوا حد كبير من نزوع الشباب للزواج ايه اللي واحد يعود اسرته متوسطة الحال فرض عليه شيء ملايين وفرض عليه شيء كذاش وفرض عليه عدل كذاش وفرض عليه عدل كذاش هذا في الحقيقة ما هو مشروع هذه واحدة المسألة الثانية ما هو ما يخدم المجتمع ولا يخدم تطوره المجتمع وبدأ المجتمع يفطن له وبدأ بعض الجهات بدأ تتقنن ذيك الحالة بدأ تتقننها ويا الله لا تقنن تدخل في ذيك الحالة يعود رجاج مثلا عنده منت ما حازمه ما حازمه ورقاج عنده ولد ما حازمه نفس الشيء ما تروح عند التعازي تماما عند المناسبات الاجتماعية عند التعازي يا أخي اللي مشروع فيها نجي ونعزي ونقيهم ونتماشي لون الناس هما ليالله يعدلهم شي يوكلوه نهار ذاك ما هيالله هما يعدلو للناس شي لا يظلوا من هذه الموقف الشرعي انهم هما ليالله يعدلهم شي يوكلوه بهم اللي مشغولين فيهم نهار ذاك احنا هو نعدل العكس احنا احنا يالله نعدلو هو ننجو ونعزو التعزيه الشرعيه ونصدون تومش ولا يالله يجيبوه تفتتعزيه اكثر من اخمس دقائق اخمس دقائق ما واكل فيهم حدو لو شاء استاذه قبل الختام من ضرق ونعزو مقابلتنا ما تكلمنا عن لذاعة يالله لذاعة انتم وهي احنا ما اكما تذكر موقف حرج قطع ريته في لذاعة كان تقديمه با ما تذكره بعد حال الله كيفاش وفي سابق الموقف الحرج لا يقول لك اللذاعة يرجع له الفضل في رجوع الشباب اللغنة الله الله انا شخصيا في التسعينات انا في التسعينات وبداية الالفين كان عندي برنامج المسابقة الثقافية وهذا البرنامج احرجني بي متل تعلق الناس به الله والله وحاجن لي عن اكثر الناس اللي تطلب لسئلة حول لغنة وحول زوان وحول ذو الروايات من لسئلة الاخرى معناها عن لذاعة لعبة دور كبير الله يرحم محمد ونستير براهن الله يرحمه الله يرحمه لعبة دور كبير بهذا الحال ايوة مواقف الحريجي قط نعرف نعرف كنت نقدم نشترة اخبار ايه وذيك السنة الفيران غازين موريتاني كاملة ايه وغازين اللي اذا عادوا قطعوا لنا السلوك ايه انا نقدم نشترة الاخبار ايه اللي الجفار على راسك على راسك وانا اصلا من يفلش اياك اللي باط بعينهم بشيك الساعة ها اياك فما تيشي باطر يفضو عنك بسل ها 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 اك سؤال وجيه ها ايوة اخوة هذا بعد محريج حقيقة وانا اصلا حركة التراب هذي ما نقدع ليها اه لا ما نقدع ليه انا يخلعوني مسألتين والله مسألتين ما نبقيهم ما هم ممكن حركة التراب اه ونبحت الكلب المان رعي فيه اه ها ونبحت الكلب المان رعي فيه ما نقدع ليه ولا بحرت شو مواسيته انا على الاذير اه خرستت اذا هو امر واقع الخبر قدامي قريت عنوانه حاجة اللي واشنطن ما ننساها واشنطن اعرف هو انه ما هو على خشبايا اعرف انه طاق واشنطن اياه ها ها يظرك يظرك الحديثة ها قطع حديثة غريبة حديثة غريبة ما تمرق راسي والله وثم ياسر من المفارقات المهنية الزوينة حقيقة حقيقة احنا والمشاهدون كذلك ما كافيتنا منك حلقة واحدة هذا احترام نسترسل في هذا الحديث ونرجو ان شاء الله عن النجابر هنا السبات وقراه ان شاء الله ونقفوهم باللمين وفينا مشاهدي الكرام استمتعتم الليلة بهذه المقابلة الشهية وإلى أخرى ان شاء الله استودعوكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة